السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا فيكم قصتنا لليوم عن امرأة عزبت من الطرفين الطرف الاول ام الجن والطرف التاني كانوا اهلها فتخيلوا كمية العذاب اللي تعرضت له والقصة التانية حابب اعرف رأيكم فيها اذا كان الشخص جن او انس وقبل ما نبلش اذا اسا مو مشترك اشترك وفعل زر الجرس ولا تنسى اللايك لدعم هذا الفيديو وبسم الله يلا نبلش القصة قصتي 14 سنة عايشتها ودوبي تخلصت منها واكتشفت بالنهاية انه اختي كانت تعيشها معاي اسمي اماني عمري 33 سنة انا وعيلتي نتكون من ادعى الشخص كنا ساكنين في بيت طابق ارضي اجار وكنت انا بنام بمجلس الحريم وخواتي بناموا بغرفي تاني وبيوم من الايام حسيت الغرفي ظلامها قوي ما فيها نور ابدا يعني كان شباك الغرفي ما عليه ستارة ودايم بالليل يكون في ضو من برا والشباك بالممر ورا البيت بس بهديك الليلي كانت الغرفي ظلام قوي وبدون هوا بحس اني بختنئ وعيوني كانت على الجدران بدور على الشباك وانا بفراشي شوي اللي وبشوف الشباك اجا منه ضو وطلعتلي عجوز وجهة بشع اجت من ورا الشباك الضو كان بس عليها كانت تطلع فيني بعين وحدي كانت تمشي بالممر ودارت باتجاه الشباك بس وجهة كان باتجاهي وعم تطلع فيني لحد ما شوي شوي اختفت وهون رجعت ضو شوي وصرت اتنفس بس لما صحيت من النوم كنت بالمستشفى يجعني تشنج لمدة 40 دقيقة وكان اول مرة يجيني اهلي فورا اسعفوني على المستشفى لما سمعوا صوت طالع مني مثل الدبيحة لما اتبحها بس كان قوي وكان طالع من تمي رغوي بيضة وعيوني بالسمى مفتوحة وعشت على هالحالي كل فترة تطلع لي هالعجوز واتشنج ولا خبرت اهلي وساكتي ما بعرف ليش ومرت الايام ونقلنا من البيت وصارت تجيني باحلامي واذا اجتني بتشنج وصار جسمي نحيف ووجهي شاحب نعكست معاناتي وكبرت حتى الكل صار ما يحبني اهلي وخوالي صرت منبوزة من الكل امي تضربني بسبب او بدون سبب ووالدي ما بيشيل العقال عن ظهري يعني لو حدا غير اهلي وبنتهم مريضة كانوا اعتنوا فيها اكتر بس انا لا على العكس كنت اتعذب من حالتي ومن اهلي وحتى ازا يجونا ناس يخلوني اجلس بالمستودع مو بغرفتي صرت شوفها بس على الشبابيك مستحيل تجي اقبالي ولا تتكلم بس نظرة وحدة وتخليني اتشنج وانصرع ووصل فيني الحال اني ازا حسيت بظلام قوي واختنقت بروح ارقض للحمام وبنام ويجو اهلي بلاقوني متشنجي كانوا يفيقوا على صوتي يلي بيكون مثل الشخير العالي قوي جدا مرت سنين وهذا حالي تركت المدرسة وجهي صار نحيف وبشع واللي بيشوفني ما بيرتاح لي ابدا كنت صيح لحالي وليش اهلي ما بيرحموا ضعفي والصلاة ابدا ما بصلي ازا بديت بالوضوء بلاقوني عرياني بالحمام تحت الدوش وازا صحيت ما بتذكر امتى دخلت الحمام وتمر ساعات وبعدين اتذكر اني كنت بتوضه والمصيبي انه اهلي ما فكروا يعالجوني او ياخدوني لشيخ مع انهم متعلمين وفاهمين بستركوني للقدر مرت السنين وهذا حالي واجت فترة ثلاثة شهور ما شفت العجوز ولا تشنجت وفجأة صرت اصلي ووالدي وامي كمان فجأة تغيرت معاملتهم معي صاروا يسألوني عن حالي والله العظيم وصرت ااكل مع اهلي ع سفرة وحدي صار لسنين ما اكلت معهم بس لحالي واجا نصيبي وتزوجت شيختين وملتزم ما شاء الله وبعد ما تزوجت بوقت كنت قاعدة مع اختي اللي كبيري اللي تزوجت قبلي قالت لأحكي لكم قصة من زمان وقبل كم شهر حلمت حلم ذكرني بها القصة اختي كانت وقتها تنام مع خواتي وتقول كانت تجيني عجوز كل للي كانت تظهر على الشباك كانت بشعة جدا وتخوف وتخنقني اذا طلعت فيني بحس كأنه صخرة على صدري بحس بدي اوهم وجننتني هالعجوز ووصفتها لقلي وكانت نفس اللي كنت شوفها بتقول اختي كان بدها تتلبسني بس ما قدرت لان اختي ما بتنام الا بتختم صورة البقرة وبصوت عالي انا اجيتني قشعري روقتها وهي عم تحكي سألتها اذا اسه بتشوفها قالت قبل كم شهر كنت ادعي ربي كل ليلي انه يكفيني شرها وحلمت انها بنفس هداك البيت وبنفس الممر وبنفس الظلام الاوي وهداك الاحساس بالخنقة والهم وبشوف عيونها طالعة من راسها وتطلع فيني وانا عم ادعي وشوي ويوقع جدار السور عليها ولا كأنها موجودي وصحيت تقول بعدها ما عجدني ولا شفتها قلت انا بعرفها كانت هي سبب تشنجاتي بس انقطعت عني الشهور اللي راحت قبل ما اتزوج ويوم تسألوني تغيرت وتعدل حالي ما عاد شفتها بس ما بعرف شو السبب وخبرت زوجي الحلم وقال هات جن مصلط وتصرت اختك عليها بالدعاء والحمد لله يا رب على كل حال ودعواتكم للي بالعافية والستر قصة تانية بدي اعرف رأيكم اذا كان جن او انس بتقول صاحبت القصة هالقصة ما صارت معي بس سمعتها على لسان وحدة تقول كانت بالزيارة لأهل زوجها في مدينة تانية تبعد مسافي ساعتين عن مكان سكنهم وهي بطريق الرجعة كانت الدنيا ليل وهم ماشيين وكل شي تمام نبعيد شافوا شاب واقف يقشر لهم مشان يوقفولوا الزوجي عارضت انه زوجها يوقف بس قال انه هالشخص مطوع خلينا نساعده على الاقل نوصله للمدينة وهو يتصرف وقف وطلع الشاب بسيارتهم وكان معاه شنطة حطها على ظهره اول ما طلع السيارة الجماعة كانوا حاطين المسجلي على القرآن الكريم فقال الشاب انا معي سحر وما بتحمل اسمع قرآن قال الزوج ما رح وقفه لأن برتاح على صوت القرآن فسكت الشاب وما حكى مرة تانية وكان مددايق وهم بالطريق قال الشاب للزوج وقف هون قال للزوج الله يهديك هي قرية مهجورة ما فيها شي صرخ الشاب بصوت مطبيعي بجملي وقف السيارة تقول الزوجي حسينا السيارة رح تطير فوقف ونزل وصار يضحك ضحكي خبيسي ويطلع فيهم وبعدين اختفى من قدامهم بلمح البصر تقول الزوجي من الخوف صرت ابكي وقالت لزوجها مرة تاني لا توقف لحدا ما رح تشوف خير وتقول لهلأ معارفين اذا هذا بشر او شي تاني ركبناه معانا بس هاي كانت قصتنا لليوم ان شاء الله تكون عشبتكم بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموا هالفيديو بلايك كان معاكم كينان سلام اشتركوا في القناة